ماذا كثير زبطت معا؟ زبطت بشغلة كل واحد يلو شغلة يزبط فيها زبطت شغلة شو زبطت معا؟ طبعة العمل وخالص زبطي وخالص؟ اه وكلو لكل والله انا بكفي يعني؟ اه بزياد علي يا حلوة العمل بدي المالي بدي مصاري ما بدي مصاري وعمل هاو زبطي قبل ما تكملوا شتركوا هلا بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب وما تنسوا شغلوا الجرس كيف تعرفي عن حالك بصارة براجة مشعوزة؟ لا بفتح الفلك لانه ما بكتب لشعوز نعم ما بكتب لشعوز شو بتعملي لك بصارة؟ نحنا منقوم براجة عرافة بفتح الفلك شو بتعملي؟ انه بفتح فلك فلك؟ افضل انه فلكة اسمه اسم امه وعمرة برجة بيطلع اللي بيطلع له اسمه واسم امه وعمرة وبرجة شو رأيك؟ حكت عن الفنجان هلأ الفنجان؟ انا بالنسبة لي مش معقولة بالفنجان تطلع هاي المرة معها توم مش معقولة هاي المرة تطلع تجيب بنت بكر مش معقولة بقى طريقتها بتكون هايك بس انه شو رأيك بالفنجان يعني؟ طوز اه فنجان طوز والحجار طوز كله هذا طوز لا لا طوز شو؟ وطريقتك شو؟ مش طوز لانه في مسبحة ما بيحملوها كله المسبحة راح ارجع لك بعد شو يحكي عن المسبحة وعن كل هيدون انه حرام طوز المسبحة لا ما بيحكي عن المسبحة مش حجر طوز مش حرام مسبحة وتحكي قراءة طالع وأبراج ليش ليش هاي نزلت عمين طالع الفلك راح ارجع لك راح ارجع لك راح ارجع لك لا بدي احكيك هلا شو ترجع لك راح ارجع لك بعد شوية بس قابل بيقول مساء الخير لأم وليد مساء الخير أم وليد أهلين بصارة براجة عراسة علم نفس نعم علم نفس نعم علم نفس نعم انا درسي 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 يعني ما كفعت بس انا بالاول درسي بس ابدأ مع احترام لحضرتك ولا خبرتك بشي ما نتعدى على مهنة الاخرين ايضا بس انه انا اول شي روحانية موهبة بالفنجان 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 ايه بالفنجان بعدين بالكاف تعلمتوا بامريكا انا سفرت على امريكا تعلمت الكاف عند ناس بغيربي من المغرب يعني نعم والوضع درب الوضع الصدف نعم بس لك النبيل بتقول هالثلاثة هذه علم انا معلمتهم شو رأيك فيها؟ عم تقول لك هيدون العلم لا بش علم عم تقول موهب الموهب ما بتجي لا بفنجان ولا بصدف ولا بشي الموهب من الله شو رأيك؟ شو رأيك باللي بتعمله لكان امها؟ مش مصبوط ما بيصير حجر كان لرى بالطب هايدي وبترجع هاي مفتوحة تاني مسكري كيف هاي؟ و المصبوحة مصبوطة؟ لا بدأ اسمه و اسم امه و عمرو برجو بيطلع له ما انا باخد اسمه و اسم امه و بيضرب الوضع بياخد اسمه و اسم امه و بيضرب الوضع فإذا مع اسم الام رجعنا مش وضع ما دام عم بتاخدي اسم الام فإذا لا مسبح ولا وضع ولا فنجن لكن اللي بتعمل ام وليد بالنسبة إليك؟ ماشي شو طوز؟ الطوز شو؟ لا 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 ما مصبوط لا ما مصبوط لا ما مصبوط بدي احترم مش هي طوز الوضع لا بدي اقترب من جمولة ما بقي زائف على هذه الكلمات ولكن لا عب هالحكي مش مقبول مش مقبول مش مقبول هالحكي أبدا شو مقبول رح ارجع لك بعد شوية لأنه محبت اسمه واسم امه منحسبون أوكي قالت هي روحانية إلي 24 سنة أنا بشتغل به الشغلي وأنا معروفة معروفة عم تثبت معيك من الله موهبة الموهبة ما بتجي بالفجان ولا بشي موهبة من الله اسمه اسم امه عمرو برجو تنزل عليك هالوحي من الله هاي دي موهبة رح ارجع لك من الموهبة والله وإلى آخر لا لا مش فيه رح ارجع لك بعد شو عم تقولي كلمات كبيرة الله موهبة من الله أبو ليس مساء الخير يعني أبو ليس انت أبو ليس شو بتعمل أنا زرامي بخلص الممسوسين والمسحورين والمعيونين روحاني يعني مش قصة روحاني لا بلا روحاني مثل الخوري مثل الشهر لا فرضو مش انه عم شبه حالي لأيه لا حضرتك دارس لهوت سوري أنا مش دارس لهوت بس اسمح لي شوية انت روحاني السحر خليك شوية ماهن نعم روحاني شو السحر بدك أول شي تسألني شو السحر شهو الماس وشهو العال بس دقيقة شوي قبل ما تقبل ما تقللي شو بدي أسألك بالرقي وبالصلاة انت شو بتعمل انت شو بتعمل انت شو بتعمل انت شو بتعمل بتفكد سحر أنا زرامي بساعد المسحور والمعيون والممسوس بتعمل أم وليد بالنسبة إليك ماشي شو طاز طاز شو لا 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 ما مجزوط لا ما مجزوط بدي نحترم مش هي طاز بدي أحترم لا بدي أطلق من جمولة أنا بقي زائف على هذه الكلمات ولكن لا عيب هالحكي مش مقبول مش مقبول مش مقبول هالحكي أبدا انت بيتلع بالصدق انت في جواز مرتين موهبي من الله اسمه اسمه عمره برجه تنزل عليك هالوحي من الله هايدي موهبي من الله رح أرجعلك من موهبي والله وإلى آخر ملا فيه لا لا مش فيه رح أرجعلك بعد شو عم تقولي كلمات كبيرة لا فيه موهبي من الله فيه استعملت الوضع بالوضع لا لا شو هالحكي هذا شعار بدي أسألك هلأ انت كنت بصرتي عند شريفة وعند أم وليد وعند أم نبيل صح شو سألوك أول شي بقية نفسية فتلة عندهم مرتاحة بدك بدك تصدق بدك تشك لا فتت لشوف لا تشوف شو سألوك بس دي أم تركيا تحكي حلق شريفة بس سألت لي اسم اسم ما تقولي شو قالولك هلأ اه لا ما تقلت لي شو سألوك شو سألوك اسمي واسم أمي ايه ام نبيل اسمي واسم أمه وهاية عمر وبرج نعم وام وليد بس اسمه واسم أمه بس اسمك واسم أمك غير شي سألوك لا 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 أول معلومة كبولك إيها شو يعني مثلا ام نبيل شو كبتلك أول شي بتتذكري عن شو قالتلك ام نبيل قالتلي انه بده تعقل هتقللي من أول ما خلقت يعني للمستقبل شو قالتلك معلومة صدقت مع أمه ام نبيل عن الماضي شو قالتلك مثلا قري قري انت كنت عم تاخدي نوت قطيني معلومة صدق محدي هلأ ما عم بحكي اه شي فيك تقولي يعني مابلش هتقولي لكلة لا ما هقول كلة بس عن الشغل تقريبا قالتلك شي صح عن الشغل قالتلك شي صح عن الشغل قليني مثل شو يعني معلومات فيها تزوطي ممكن علي على الكل قال أكثر من حدا قلتلي نفس الشي ممكن الطفل واسأل شو قالتلك مزبوط انه في عندي مشاكل بس كل واحد عنده مشاكل بس كل واحد وصل مثل الساعة لا فزيق كل واحد عنده مشاكل يمريد منطلل عنده مشاكل قاله الزعم عند المشاكل مخص كل شخص هيدا شخص كل شخص حسب الدمانه عنده طلعات ونزلات ما في حدا بوضله عايش خليها تحكي شعار إنه في حدا ناوي لشي بالشغل صارت كل شخص صدقيني كل شخص بيقول أنه في حدا أنا عم جرب ناقش معك مش أنا ملي معك ضد وإم وليد بس اسمه واسم أمي قررت لك شي صح عن الشغل لما قررت لك شي صح عن الشغل مثل شو يعني معلومات فيها تثبط يمكن علي على الكل أكتر من حدا قررت لي شو قلت لك ممكن الطفل واسأل شو قلت لك مزبوط إنه في عندي مشاكل شو كتير زبطت معا زبطت بشغلة كل واحد يقوله شغل يزبط فيها زبطت شغلة شو زبطت معا تبعت العمل وخالص زبطي وخالص؟ أه كله لكان وقالله أنا بكفي يعني بزياد علي يا حلو قال العمل ببدا المالي بدا مصعر وعمل هاو زبطي عشو على التجيب اللي عشتيا الليل لا كتير مبسطت لأروع القصص شركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب شكرا للمشاهدة